بنحب نتابع مع حضراتكم في عشر صبح في الأهلي تحديداً كل الأنشطة اللي بتتم داخل النادي الأهلي وتحديداً كمان اللجان المختلفة لجنة داوي الهمم كمان عملت بتعاون مع اللجنة العليا للجان طبعاً تحت إشراف الإدارة التنفيذية ورشة كانت حلوة جداً أن أنت بتعمل لداوي الهمم روح جديدة أو بتديهم أمل أو بتديهم فرصة أن هما يقدروا يحسوا أن هما أصل الناس يا كريم في الأول وفي الآخر فئة في المجتمع محترمة جداً وكبيرة جداً ومنتجة بشكل كبير جداً فأنت تديهم فرصة كبير أن هما يخشوا مجال زي التمثيل فأعتقد دي حلوة جداً ورشة التمثيل اللي كانت تحت عنوان الأهلي السوبر ستار عشان يكتشفوا المواهب كمان ويدعموهم على فكرة أنا حضرت حاجات كتيرة جداً لداوي الهمم مصرحيات وغيره والله العظيم وأنت بتتفرج تلاقي مواهب جميلة وتلاقي منهم الكوميديون وتلاقي منهم الفنان الموهوب فعلاً لا يعني حقيقي بيطلع منهم حاجات جميلة وبتستمتع خلينا نتابع ونشوف بعنينا إيه اللي حصل ونرجع نكام السنة دي إن شاء الله احنا بعد تجربة المصرحية الولى بتاعت مطلوب مخرج والنجاح لحقايته ففكرنا هنعمل إيه بقى جديد فالنهاردة أول يوم احنا بنلتقي فيه فتحنا الباب إن ناس جديدة كمان تدخل على العدد إحنا لو تفتكر المصرحية الفاتر كان معنا 35 ولد وبنت إحنا إن شاء الله السنة دي تقريباً نفس المجموعة موجودة معنا بس هيضاف إليها عناصر جديدة اللي مشتركتش في المصرحية الفاتر هنشتغل عن نفس الموضوع أو في نفس السكة إن إحنا عايزين نعمل كوميديا هدفة تمثيل مسرحية إحنا بنعمل مسرحية متكملة هيكون عندنا إن شاء الله فيها استعراضات وفيها أغاني باللضافة للمشاهد التمثيلية المختلفة هنعمل أثناء ده ورشة إعداد ممثل للولاد يعني إزاي نمؤن النقاة للولاد ونرفع مقدراتهم التمثيلية إنهم يتعاملوا مع بعض وإزاي يتعاملوا مع خشبة المسرح وإزاي يتعاملوا مع الجمهور إزاي يتقمصوا شخصيات مختلفة وإزاي يعبروا عن أدوار مختلفة فإن شاء الله يعني المرة دي أسعب من المرة الأولى لإن إحنا نجحنا قبل كده فمطالبين المرة دي إن إحنا إن شاء الله نعمل حاجة أقوى وأفضل بإذن الله إحنا قررنا إن إحنا نقول للولاد اللي عايزين عندهم أي موهبة تعالوا إحنا في اللجنة بنعتمد على إن إحنا نكتشف موهب الولاد ونساعدهم إنهم يعبروا عن مشاعرهم يعني القصة بس مش موهبة القصة إن أي حاجة عندنا لها هدف لو كنا بنشتغل مثلا رسم فهو مش رسم لا هو ليه هدف معين هو بيكشف جزء من أجزاء الشخصية فبيخلينا نقول لأولياء الأمور كده كده إزاي يتعاملوا معهم نفس الحكاية برضو بالموسيقى اللي هنشتغل فيها مع الولاد والمصرح هو وسيلة من وسائل التعبير على النفس بنساعدهم إن هم يفرغوا التقل جواهم النهاردة هو أول يوم المخرج اللي شغال معنا هو أستاذ فيصل الشناوي اللي اشتغل معنا أوريدي في المصرحية اللي فاتت النهاردة قلنا إن إحنا نبص على الولاد نشوف هم حابين يعملوا إيه لأن إحنا كمان مش بس عندنا مصرح عندنا أفلام قصيرة هنعمل أفلام قصيرة في المخرج زيرة ومدينة ناصر وزايد عشان يعني نناقش قضايا بتهم زو الهمم وبتنشر الوعي اللي الناس بره عنهم إحنا عملنا الورشة دي زي كاستن كده ليهم عشان نعرف المواهب اللي موجودة إيه وفيه إجبال طبعا كبير الحمد لله من الثلاث فروع طبعا إحنا الورشة دي بتبقى تمثيل وعسف وغنى واستعراض حاجات كتير بنطلع المواهب اللي جواهم بيستفادوا من الكاستنج عشان يعرفوا كل واحد المواهبة اللي هو متخصص فيها إيه بنساعدهم على ده عشان طبعا هنعمل مصرحية إن شاء الله زي اللي فاتت وهنعمل كمان ثلاث أفلام قصيرة وبالإضافة طبعا الورشة التانية اللي بيعملوها والنهاردة الحمد لله الإقبال كان عالي جدا ومبسوطين وبدأ يخير إن شاء الله طبعا كالعادة حاجة جميلة ومحترمة والحقيقة الشغل اللي بتعمله اللي جان المختلفة في النادي الأهلي كل لجنة منهم على حيث بتعمل شغل أكتر من ممتاز ترجمة نانسي قنقر